موسيقى السلام عليكم وأهلا وسهلا فيكم من جديد في هذا الدرس بنتكلم عن الماتيريالز في برنامج الربت وبينقسم الفيديو القسمين الأول بنتعرف على الماتيريال براوزر اللي هو متصفح المواد في البرنامج وفي الجزء الثاني بنتعلم أسهل وأسرع الطرق اللي من خلالها نقدر نضع هذه المواد على الفاميليز سواء كانت سيستم فاميليز مثل الحوائط والأسقف أو لودة بالفاميلي مثل الأثاث والأعمدة والأبواب أو الانبليز فاميلي اللي احنا نبنيها بنفسنا داخل المشروع لو ما تعرف الفرق بينهم أو تلخبط بينهم راح أشرح لك الفرق خلال الشرح الموضوع جدا بسيط خلونا ننتقل للرفت ونبدأ بالبارت الأول اللي هو الماتيريال براوزر الماتيريال براوزر موجود في البرنامج تحت قائمة المانج لو راح نلل المانج تاب بتكون عندي الماتيريال جزء من السيتنجز ولو تحب تضيف الماتيريال للكويك آكسس تول بار اللي هو البار اللي في الأعلى هنا اضغط عليها رايت كليك واختار هذا الاختيار أدتو كويك آكسس تول بار فبتكون الماتيريال عندك هنا للوصول يكون لها الوصول أسرع نضغط على قائمة الماتيريال بيفتح لنا الماتيريال براوزر خلونا نتكلم عن قسم قسم في البداية عندنا طبعا هنا بكل سهولة اللي هو السيرتش بار لو نبحث على أي ماتيريال نكتب اسمها وبيطلع لنا الماتيريال وممكن نجي هنا ونستخدم الفلتر لو ضغطنا على هذا الفلتر هو مختار للديفولت اللي هو أول لكن ممكن لو احنا نبحث عن ماتيريال معينة مثلا بيت نجي نختار اختيار البينت أو وود أو مثلا كونكريت فبيطلع لنا بس الماتيريال اللي احنا بنختارها يعني بيسوي لنا فلتر بعد كذا عندنا الجزء الثاني اللي من هنا عندنا مجموعة من الاختيارات اللي هو document material والview type والsort والthumbnail في البداية document material عندنا show all بيورينا كل المواد لكن لو جينا هنا واخترنا show news بيورينا الماتيريال بس اللي احنا مستخدمينها والعكس لو اخترنا unused بعدها هنا بس طريقة عرض الماتيريال هل تبغاها thumbnail اللي هي طريقة الصور أو list أو مجرد text بدون صور فانت تختار الطريقة اللي تريحك بعد كذا عندك هنا الصور هل تبغا يحط لك اياها يعني يرتب لك اياها بالاسماء أو بالcolor وما هنا حجم الثمنيل لو اخترت اختيار انه thumbnail view بعدها اختار حجم الصورة ممكن تحب تشوفها اكبر او اصغر طبعا كل ما تصغر رح تشوف نتيجة ما رح تزيد لك المواد بس بتشوف نتائج اكثر في view نفسها بالنسبة لهذا الاختيار مناسب بعد كذا احنا خلصنا هذا الجزء ننتقل للجزء الثاني الماتيريال لايبراريز اللي هي لايبراريز الاوتو ديسك نضغط على هذه السهمين بتجينا هذه الريزولت ممكن تكبر من هنا او تصغر عشان تشوف النتيجة بشكل اوضح بعد كذا هنا عندك الفيفوريت لو حطيت مواد في الفيفوريت بتكون هنا الان بنشوف كيف نحط مواد في الفيفوريتز بعد كذا اللي هو هنا هذه اللايبراريز هنا تقريبا كل المواد هنا مقسم لك اياها اللي هي مواد سيليلنج سيرامي كونكرير فتختار اي ماتيريال طبعا انت هنا الماتيريال لو تبغى تضيفها علشان تستخدمها تضغط هذا السهم اللي هو اد ماتيريالز تو دوكيمنت فبيرفع لك اياها هنا وتقدر تستخدمها يعني لو جينا مثلا اخترنا من الايكويت واخترنا هذه الماتيريال وضغطنا عليها فبيضيف لنا اياها هنا لو نبغى نضيف ماتيريال وتكون في الفيفوريتز مثلا نروح للتايل ونبغى نضيفه للفيفوريتز نضغط على الماوس ونختار اد تو اما دوكيمنت ماتيريال فبيضيفها لنا في الجزء الاعلى او انو نضيفها في الفيفوريتز لو نضيفها في الفيفوريتز لو روح هنا نلقاها موجودة هنا طبعا لو نبغى نشيلها ممكن بكل سهولة نضغط على الماوس ونضغط على ديليد او انو اد تو دوكيمنت ماتيريال فنضيفها هنا فلو عجبتك ماتيري ممكن تضيفها بحيث انك بعدين لو تبغى تستخدمها تلقاها بكل سهولة في الفيفوريتس وهنا باقي كل المواد بعدها في الأسفل عندنا هنا مجموعة اختيارات اما انه open existing library لو عندنا library في الديسكتوب مثلا نضغط عليها ونجيبها او في document او انه نضغط على create new library او create category بعدها الجزء الثاني هنا لو عندي create new material او duplicate selected material لو جينا واخترنا مثلا create new material بنبدأ نسوي material جديدة بيعطينا هنا new material نختار عليها ونضغط مثلا على rename ونسمي هذا المaterial مثلا my wood او اي اسم بحيث انه نميز هذا الاسم عن باقي المواد ونبدأ نسوي لها edit ونقدر نسوي لها edit بعد كذا لو نبغى material نغير عليها بس ما نفقد الماتيريلي اللي اصلا موجودة عندنا ممكن نضغط عليها ونختار من هنا duplicate او انه من هذا القائمة ممكن نحددين عليها ونضغط على duplicate واخر ايكون اللي هي asset browser لو ضغطنا عليها عندنا هنا مجموعة من المكتبات داخلها materials هنا عندنا search bar نقدر نبحث من هنا مباشرة ومن هنا نغير طريقة العرض اما انه نبحث في المكتب نختار المكتب اللي نبحث فيها او انه نغير طريقة العرض هي text او thumbnail وهنا طريقة ترتيبها هل يرتبها بالtype او بالcolor او الكاتيجوري وهنا حجم الصورة زي ما تكلمنا في البداية لو جينا وفتحنا واحدة من هذه المكتبات عندنا هنا مجموعة من الماتيريالز وفي بعض من الماتيريالز مقسم لي اياها اكثر يعني لو جينا وفتحنا هنا الفلوريك تكون مسكرة فتحناها بهذه الطريقة عندنا مثلا carpet وwood لو جينا مثلا فتحنا generic عندنا ceramic في مجموعة من المواد البلاستيك مقسمها اكثر لو نبغى نضيف اي واحدة من هذه الماتيريال نجي هنا ونضغط على هذه الايكون بيكون replace للماتيريال اللي احنا محددينها فمن المهم اننا نكون سوينا new material من هنا زي ما تعلمنا نجي ونضغط على create new material ممكن نسميها بالاسم اللي احنا نبغى مثلا خلونا نحطها رقم واحد بس وبعدها نختار الماتيريال مثلا لو اخترنا على fabric واخترنا على مثلا هذه الماتيريال نضغط على هذا الاختيار replace بس نكون متأكدين ان احنا محددين على الماتيريال اللي نبغى نسوي لها replace عشان ما نسوي replace بالغلط الماتيريال الثانية ونختار على هذا الايكون فتظهر لي الماتيريال بهذا المكان لو بعد كذا ما تبغى هذه الماتيريال او تبغى تغيرها ممكن تسوي لها delete او rename وممكن تضيفها للفيفوريت زي ما تكلمنا طيب نحذف هذه الماتيريال ما نحتاجها ننتقل للجزء اللي على اليمين في البداية لو كان ما هو ظاهر لك اضغط على هذا السهم ممكن يكون عندك كذا مسكر فاضغط على هذا السهم بحيث انه تفتح هذه القائمة بداية الشي المهم اللي نعرفه انه احنا عندنا هذه الخمس اقسام الاساسية اللي هي لكن بتختلف من الماتيريال يعني بعض المعلومات ما رح يكون عندنا الفيزيكل والثيريال يعني لو جينا اخترنا اي مادة ثانية ممكن ما يكون عندنا هذه المعلومات متوفرة يعني هنا عندي مثلاً الايدنتي والغرافيكس والابيرنس فعندنا هنا بتكون داخل الفيزيكل والثيرمل نتكلم عن هذه المعلومات بالتفصيل في البداية عندنا الاسم النيم ممكن نجي ونضيف الاسم بكل سهولة او نغير عليه او طبعاً من المهم قبل لا تغير على اي ماتيريال من الافضل انك تسوي لها دوبليكيت بحيث انه ما تتضرر الماتيريال الاصلية بعد كده عندك الديسكريبشن انفورميشن او ديسكريبتف انفورميشن هنا الديسكريبشن لو تحب تحط وصف بعدها هنا الكلاس اللي هو تصنيف هذه الماتيريال طبعاً هنا حطها ود ممكن تغيرها لكلاس او متل او ستون او الماتيريال اللي بتشتغل عليها بعدها تقدر تضيف بعض الكومنت والكيوورد الجزء الثاني او الثالث هو البرودكت انفورميشن عندك هنا اذا تبغى تحط اسم المصنع او المصنع رقم المودل سعره اليو ار ال لو كان متوفر رابط تبغى تضيفه تقدر تيجي وتضيفه من هنا بكل سهولة بعدها هنا ريفت انوتيشن انفورميشن فيه في الكي نوت لو ضغطت على هذه الثري دوتس مجموعة من التصنيفات ممكن تختار من هنا بعدها عندك المارك ممكن تضيف هنا اي علامات ننتقل للجزء الثاني اللي هو الگرافيكس الگرافيكس عندنا الشيدنج وعندك اللاب surface والcut pattern الشيدنج ممكن تيجي من هنا تضغط على هذا الاختيار وتغير اللون ولو جيت هنا واخترت هذا ال هنا عندك مجموعة كبيرة library من الالوان تختار اللون اللي تبغى وتضغط على اوكي بعدها لو غيرت اللون بس اضغط على اوكي ونضغط هنا على هذا الاختيار علشان تبام معانا الماتيريال في الرندر بعد كذا عندنا الباكجراوند surface pattern وعندنا الكت باترن كل واحدة منها عندها background foreground وbackground ممكن تحط لها pattern وممكن color لو جيت وضغطت على الباترن عندك drafting وعندك model تختار الاختيار اللي انت تبغاه وبعدها تضغط على اوكي والكالر نفس الشيء تدخل من هنا وتغير اللون اللي تبغاه وتضغط على اوكي وهنا عندك background زي ما قلنا والcut هنا عندك كل هذه المعلومات ممكن تتحكم فيها من هنا ننتقل للجزء الثاني اللي هو الابيرنس الابيرنس عندك طبعا المعلومات خصوصا هنا بتختلف من material لثانية لو كل ما تختار material بيكون عندك اختيارات مختلفة في الاسم والdescription والkeyword تضيفها من هنا هذه صورة المادة لو سويت duplicate ممكن تختار من هنا تضغط على هذا الرابط وتبدل المaterial وهنا عندك color وبعدها نوع finish يعني هنا عندنا semi glossy وglossy وunfinish وبعدها used for اللي هو استخدامها هالهو floor او furniture هذا الwood بعد كذا عندنا relief button لو ضغطت على هذا الاختيار ممكن تغير من هنا وتتحكم بالamount من هنا اما انه تتحكم بالslider او انك تكتب رقم بعدها لو تبغى تضيف tint ممكن تضغط على علامة الصح وبعدها تغير هذا اللون وتضغط على علامة الصح لو تبغى تشيله ممكن تشيل هذه من هنا بالcheck فتصير بهذا الشكل لو تبغى تغير طريقة العرض في البداية هنا عندك هذا تغيره بهذه الطريقة تكبر او تصغر ممكن ما تنتبه له وستعال جنبه واضغط هذا الاختيار وعندك هنا مجموعة طرق للعرض اما انه مثلا سفير او وال او كيوب هنا عندنا الول وممكن تشوفه بكيوب فشوف الطريقة اللي تناسبك اللي تحب تعرض فيها هذه المعلومات بعدها ننتقل للفيزيكل والثيرمل هنا مجموعة من المعلومات ما اعتقد انك تحتاجها بكثرة بتكون فيها موعة من التفاصيل بس ممكن تطلع عليها او يكون الشخص المتخصص هو اللي يضيف عليها قبل لا نتكلم عن طريقة وضع هذه المواد على مختلف الفاميليز من المهم انه نعرف معلومتين جدا مهمة الاولى انه كل شيء موجود عندنا في البرنامج هو عبارة عن الفاميلي الشيء الثاني انه الفاميليز في برنامج الرفت بتنقسم الى ثلاثة اقسام اساسية زي ما هو بايلك في هذا الدياقرام الاولى اللي هي السيستم فاميلي والثانية اللي هي اللو دبل فاميلي والاخيرة اللي هي الان بليس فاميلي السيستم فاميلي مثل وول وفلور وروف واللو دبل فاميلي سواء كولمز بيم فرنيتر والان بليس فاميلي هي يونيك فاميلي احنا بنبنيها بنفسنا في برنامج الرفت والان بوريك الطريقة هنا عندنا على السكرين مثال الكل فاميلي في البداية عندنا السيستم فاميلي عبارة عن وول وفلور وبعدها عندنا الان بليس فاميلي وهي عبارة عن كومبوننت سوينا لها لود للبروجيك تجي هنا عند كومبوننت وتضغط place a component بعدها بتجي عندك هنا مجموعة من الفاميلي اللي موجودة في البروجيك وممكن تروح اللود فاميلي وتختار الفاميلي اللي انت تبغاها من هنا كل هذه الفولدر تحتها او داخلها في مجموعة من الفاميلي ممكن تسوي لها لود والاخيرة اللي هي الان بليس فاميلي نروح من كومبوننت عندنا هنا مودل ان بليس تختارها وتختار واحدة من هذه الكاتيجوري وبعدها تبدأ تسوي مودل لها فهي هذا النوع الاخير اللي هو الان بليس فاميلي ننتقل لطريقة وضع المواد على هذه الفاميلي في البداية عندنا الول الول نختار بعدها نضغط edit type لو تبغى ما يتغير النوع الاساسي تسوي له duplicate بعدها هنا عندك من structure edit تضغط عليها بعدها هنا ممكن نكبر هذا القائمة لو تحب تشوف ها بطريقة اكبر by category فيه هنا بيكون عندك مربع صغير ثلاثة نقاط بيدخلنا على المتيريال براوزر اختار المتيريال اللي انت تبغاها ممكن لو اخترت هذا المتيريال اختار use in render appearance بعدها اضغط على ok واضغط هنا على ok وهنا اضغط على ok بتتغير للمتيريال المباشرة نشوف مثال ثاني ممكن الفلور نضغط على edit type بعدها عندني هنا من structure edit نضغط هنا تحت المتيريال بيكون عندك ممكن تكبرها لو تحب بيكون عندك هذه ثلاثة نقاط اضغط عليها ممكن تختار wood اختار على الاختيار اللي انت تبغاه use in render appearance وبعدها اضغط على ok نضغط على ok ok فهذه الطريقة الاولى اللي نحطينا فيها لل system family بعدها النوع الثاني من اللي هو اللي لو جينا مثلا على هذا وضغط على edit type عندنا هنا مجموعة من المتيريال اللي نقدر نتحكم فيها عندنا material unfinishes هنا عندنا مجموعة من المتيريال ممكن لو جينا على top وحبينا نغير هذا top لنوع خشب ثاني ممكن نكتب wood ونختار نوع ثاني او نختار من الانواع اللي من هنا وبعدها نضغط على use render appearance ونضغط على ok وبعدها نضغط على ok فبكذا يكون نغير لي top لهذه table وممكن عندنا مجموعة ثانية اللي هو مثلا body material والhandle اللي هي التفاصيل اللي هنا ممكن تغير الوانها او المaterial ننتقل ننتقل للنوع الثالث اللي هو ال in place family نختارها نضغط edit in place بعدها نختارها نحدد عليها ومن هنا عندنا materials and finishes من properties نضغط على هذه three dots ونختار اي material نبغاها لو ما عندنا هين المaterial طبعا نقدر نفتح asset browser ونختار اي material في البداية نسوي create a new material نسوي لها مثلا rename ونختار المaterial اللي نبغاها ونضغط على ok ممكن نضغط على use render appearance عشان تبام معانا في الرندر وبعدها نضغط على ok ونضغط على علامة الصح لما نخلص فغير للمaterial هنا ممكن نغير الrealistic فكذا يكون غيرنا المaterial وبكذا نكون عرفنا الطريقة الاولى لاضافة المaterial على مختلف انواع الفاميليز وهي بالاستعانة بقائمة الproperties في طريقة ثانية من قائمة modify عندنا paint ممكن اختصارها pt على الكيبورد ندخل عليها نختار اي material نبغاها بعدها بيكون عندنا paint بهذه الطريقة بس نروح الاي شي نبغى نلون عليه ونضغط عليه لكن قائمة اللي هي loadable family وال in place family لازم نسوي لها edit لو تبغى تضيف اي material ممكن تختار عادل material وتلون بكل سهولة نختار اي material منلون عليها على اي سطح بالنسبة لل system family لو تبغى تشيل هذا المaterial او تحذفها تختار الايكون الثانية لو فتحت السهم عندك remove paint بيرجع لك المaterial اللي موجودة اصلا في ال properties اللي باصل المaterials بعدها لو تحب تستخدم هذه ال paint سواء بالloadable family او ال in place family تقدر بس تدخل على الف family يعني الloadable family تضغط عليها وتضغط على edit family بدخلك على family ممكن نغير من هنا ال consistent color بعدها تروح القائمة المodify عندك هنا paint تفتح paint تختار المaterial اللي تبغاها ممكن تختار هذه وبعدها تجي هنا لأي surface تبغى وتلون بهذه الطريقة وتضغط على done بعدها لو تبغى تسوي لها load لل project ممكن تضغط load into project بيقول لك override قل له ايوة فبيسوي لك اياها بهذه الطريقة وعندنا اخر شيء ال in place family لو ضغطنا عليها وقلنا enable بعدها بيكون عندنا paint option موجود فنقدر نختار اي material نبغاها ونضيفها بهذه الطريقة وطبعا لو نبغى نسوي remove نفس الطريقة نقدر نجي ونختار remove ونشيل هذه المaterial بهذه الطريقة وبكذا نكون عرفنا الطريقتين اللي نقدر من خلالها نضيف المaterial لمختلف انواع الفاملز في برنامج رفت اما نستخدم قائمة ال properties وندخل على edit type او انه نستخدم اداة paint وهذا كل شي الفيديو اليوم في الدرس القادم بنتعلم كيف نسوي custom material في برنامج الرفت وندخل maps للمaterial بحيث انها تكون اكثر واقعية وبهذه الطريقة نقدر نبني مكتبتنا الخاصة من المaterial الخطوات اسهل بكثير مما تتصور فلو تهمك هذا المواضيع لا تنسى الاشتراك في القناة واكيد اقدر دعمك لو ضغطت على زر اللايك لو عندك اي سؤال او استفسار اكتب لي في التعليقات نتقابل في فيديو الاسبوع القادم في امان الله